أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حالياً وأثره في دعم توجهات التنمية في مختلف مساراتها يتطلب المزيد من المشاريع النوعية التي تستهدف بالدرجة الأولى تسهيل حياة الناس وخدمة القطاعات الحيوية في المجتمع وهو ما يستدعي تضافر الجهود للتوصل إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها إتمام التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية للتنمية الشاملة جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض جايتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي في دورته الحادي والاربعين في مركز دبي التجاري العالمي والتي تشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة حيث تفقد سموه يرافقه سعادة هلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي عددا من الأجنحة الحكومية على مستوى الدولة إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض وتعرف على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى تنامي أهمية معرض جايتكس كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطورية التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة